السليمانية مدينة ثائرة أنا عشت بها فترة مدينة ثائرة فعليا حقيقة لكن تشرين هاي المرة في المرات السابقة كانت السليمانية هي التي توثر على بغداد من حيث الفعل الاحتجاجي هذه المرة تشرين هي اللي أثرت على السليمانية وصار أكو سلوك تشريني في السليمانية يشبه هذا يشبه ذاك بالضبط الرغم ذلك أن الأحزاب الحاكمة في السليمانية لم تستطع أن تتواصل تتفاعل ويهذا الحراك بشكل إيجابي وصار إطلاق رصاص واعتقالات وشيء آخر ابتداء نرد سألتش قد أثرت تشرين على السليمانية شبابها وفكرتها ووضعها السياسي بشكل عام نقطة اللي بديت بيه جنابك هي مدينة ثورية مدينة تحب التغيير تمشي مع التغيير تتعاطى مع المعطيات الجديدة بيه شباب بيه مدنية بيه فكر بيه شعر بيه غنى بيه فن مدينة ثقافية ومدنية صحيحة حقيقة بالمناسبة لدي مشكلة لأن أولادي أبوهم سليمانية وأنا كاركوك دائما هذه المشكلة مع الكاركوك وسليمانية بالبيت فهمها ثوريين ثوريين كلهم هم وأبوهم ويحبون سليمانية هذه فتحالة ولو أن الكاركوك يحب كاركوك والبغداد يحب بغداد وبالأخير كلهم نحب العراق وبالأخير كلهم نحب الوطن الذي يجمعنا كل يدنا فهي مدينة من الأزلهيج تاريخ هذه المدينة بهذا الشكل الموضوع ليس فقط تعاطيها مع تشرين كحقوق مشروعة كشباب يريد يطلع إلى تغيير كجيل باوع الأمام جيل يريد يتخلص من تراكمات أثقلت عليه وما قدمت لشيء في نفس الوقت في كردستان دعني نقول أكو نفس المشاكل اليوم أكو جيل ما راضي عن القيادات التقليدية أكو جيل ممتعظ من موضوع النفط الثروة اللي هو جاي ما يستفاد من عنده اليوم كان في مجلس في برلمان كردستان